بسم الله الرحمن الرحيم والسلام والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محبا لكم أعزائي الكرام فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري في هذا الفيديو سنتدر معكم الدرس الثاني في الوحدة الثانية من كتاب المتعلم والمتعلمة فضاء النشاط العلمي المستوى السادس ابتدائي الدرس يخص التحركية الإرادية والتحركية اللا إرادية إذا الأهداف في هذا الدرس ستكون أن المتعلم يتعرف التحركية الإرادية والتحركية اللا إرادية وأن يتعرف كذلك دور التحركية اللا إرادية في الوقاية من الأخطار إذن أولا نبدأ بركني أتساءل وأفترض إذن الوضعية هي كالتالي قال سمير لزملائه بينما كان الطبيب الذي زرته هذا الصباح يستفسرني بهدوء فإذا بي في غفلة مني يضرب ركبتي بمطرقته الطبية ضربة خفيفة فتمددت ساقي في الحال بدون إرادتي إذن سمير زار الطبيب طبيب العظام على ما أظن إذن كان يستفسره فإذا به في غفلة منه يضرب ركبته بمطرقته الطبية يعني يضرب ركبته بمطرقة طبية فتمددت ساقي في الحال يعني تمددت الساق دياله الرجل دياله تمدد في الحال بدون إرادتهم إذن في نظركم شان هو سؤال تقصي اللي غادي يجي معاعد الوضعية هدي وشن هم الفرضيات التي يمكن أقتراحها أنا باش ما اضيعش الوقت وش ما يكونش الفيديو طويل بزاف أنا قررت أني نكتب لكم في الورقة باش ما يكونش ضيع ديال الوقت إذن سؤال التقصي هو كالتالي هنا عندي جوجل أسئلة ديال التقصي مقتراحين سؤال أول هو ما الفرق بين التحركي الإرادية والتحركي اللا إرادية وما دوره التحركي اللا إرادية في الوق유 من الأخطار هذا السؤال الأول نمكن اقتراح هذا أو لا هذا كيف تتم الحركة أو التحركية الإرادية من جهة والتحركية اللا إرادية من جهة أخرى كيفاش كتم هالتحركية الإرادية من جهة والتحركية اللا إرادية من جهة أخرى لبالفرضية اللي كنقول لكم دائما نفترض أي حاجة بغيت اللي تكون جواب على السؤال ذي التقصم فبنسبة الفرضية وما كالتالي التحركية الإرادية نشاط عصبي يمكننا بالقيام بحركات بمحض إرادتنا إذن هذه التحركية الإرادية هي نشاط متعلق بالعصب يمكننا من ماذا؟ يمكننا من القيام بحركات بمحض إرادتنا يعني كان دراء الإرادة ديالي والتحركية اللا إرادية هي رد فعل لا إرادة سريع يعني واحد رد الفعل لا إرادة يعني ماشي بمحض إرادة يعني مخالف الإرادة ديانا إذن رد فعل لا إرادة سريع يتم بسرعة كبيرة جدا فالآن سأمر ركن أختبر الفرضيات يعني سأختبر فرضياتي إذن أولا أتعرف التحركي الإرادية ثم أنجز في دفتر التقصي إذن سأتعرف على التحركي الإرادية من خلال ماذا؟ من خلال الوثيقة رقم واحد إذن ألف ألاحظ وأحل الوثيقة رقم واحد ثم أبين موقع الباحة الحركية اليسرى إذن هذه الوثيقة رقم واحد توضح ماذا؟ توضح الباحة الحركية فم الباحة الحركية إذن لك تكون من مجموعة من الأعضاء إذن السؤال هو ماذا؟ هو تحليل الوثيقة المطلوب هو تحليل الوثيقة ثم أبين موقع الباحة الحركية اليسرى هذه الباحة الحركية اليسرى أين توجد؟ فم أين توجد؟ إذن بالنسبة للباحة الحركية لغ مدخس كيتكون من مجموعة من الأمور إذن المخيخ شوف هنا هو المخيخ الشوكي البصرة السيسائية المخ هنا والباحة الحركية اليسرى هنا الملونة بالأحمر إذن في نظركم أين توجد أو ما هو موقع الباحة الحركية اليسرى إذن أين توجد الباحة الحركية اليسرى في نظركم إذن توجد في أو على مستوى القشرة المخية إذن الجواب على هذا السؤال لاحظوا معي إذن 1 ألف الوثيقة واحد تعبر عن نصف دماغ إنسان تبين المنطقة المسؤولة عن الحركة الإرادية إذن هنا فالوثيقة رقم واحد هو تقريبا النصف ديال دماغ إنسان كتبين ماذا؟ كتبين المنطقة المسؤولة عن الحركة الإرادية إذن هنا هي المنطقة المسؤولة عن الحركة الإرادية التي تسمى الباحة الحركية اليسرى التي تتواجد التي تتواجد على مستوى القشرة المخية على القشرة المخية كتتواجد هذه الباحة الحركية اليسرى إذن قرأوا هذا الركن تتحكم الباحة الحركية اليمنى في حركات النصف الأيصى للجسم والعكس صحيح كتاب الأطلس العلمي فيزيولوجيا الإنسان بتصرر إذن هذه قاعدة مهمة جدا الباحة الحركية اليمنى تتحكم في حركات النصف الأيسر للجسم والباحة الحركية اليسرى تتحكم في حركات النصف الأيمن للجسم فورم؟ إذن العكس الباحة الحركية اليمنى تتحكم في النصف الأيسر والباحة الحركية اليسرى تتحكم في النصف الأيمن فورم؟ الآن السؤال أحلل الوثيقة 2 ثم أنجز إذن الوثيقة إثنان هي هذه قررت جهينة أن تكتب فأمسكت بالقلم إذن بغت تكتب فأمسكت بالقلم السؤال الأول أبين نوع هذه الحركة هل هي إرادية أم لا إرادية إذن الوثيقة رقم إثنان توضح ماذا؟ توضح أن جهينة قررت الكتاب قررت الكتابة إذن أمسكت بالقلم فأرادت الكتاب إذن هنا اليد العصب الحركي النخاء الشوكي والمخ إذن السؤال هو أشهد حركة إرادية أو حركة لا إرادية إذن النوع الحركة إرادية حركة إرادية إذن هي بغاز تكتب ومسكت بالقلم سؤال الموالي أصف بالترتيب شفهيا ما قامت به جهينة إذن سنصف ماذا قامت جهينة إذن جهينة أولا فكرت جهينة في الكتابة بدماغها فكرت بالدماغ في الكتابة أولا ثم أرسل المخ الرسالة إذن المخ أرسل الرسالة ثم أخذت جهينة القلم بيدها ثم أخذت جهينة القلم بيدها فأرادت أن تكتب إذن فكرت جهينة في الكتابة فقام المخ بإرسال الرسالة عبر الأعصاب إلى يدها لأخذ القلم للكتابة من فهم؟ للكتابة إذن هذا هو السؤال الثاني نمر الآن إلى السؤال الثالث أرتب الجمل التالية لأبرز الأعضاء التي تدخلت في هذه الحركة ودورها إذن سنرتب هذا الجمل لكي نبرز الأعضاء التي تدخلت في هذه الحركة الإرادية يعني حركة إرادة الكتابة إذن ألف لدينا اليد تستقبل الرسالة إرادة الكتابة وتستجيب بأخذ القلب بأ الدماغ يحلل الرسالة إرادة الكتابة ويرسلها جيم قرار الكتابة من طرف جهينة دال النخاع الشوكي والعصب الحركي ينقلان الرسالة إذن نظركم فينا هي المرحلة الأولى المرحلة الأولى هي هذه المرحلة الأولى هي جيم والمرحلة الثانية إذن المرحلة الأولى هي جيم قرار الكتابة من طرف جهينة المرحلة الثانية هي بأ الدماغ يحلل الرسالة إرادة الكتاب ويرسلها يرسلها عبر ماذا؟ يرسلها عبر النخاع الشوكي والأصاب الحرقي إذن المرحلة الثالثة ثم المرحلة الأخيرة هي المرحلة ألف اليد تستقبل الرسالة إرادة الكتابة وتستجيب بأخذ القلم بأخذ القلم فهم؟ إذن الأجوبة هم أدوم أجيم با دل وألف فهم؟ الآن سأمره صفحة 29 نكمل تدبير الأنشطة ثانيا أتعرف التحركية اللا إرادية إذن في هذا النشاط سنتعرف على التحركية اللا إرادية أو التحركية الإنعكاسية ثم أنجز إذن الوثيقة أربعة هي هذه لما ستباتل إبريق ماء ساخن بالصدفة فسحبت يدها بصع إذن شنو دارت؟ قصة واحد الإبريق فيه ماء ساخن بالصدفة دارتل لكم سا أو سحبته بصرعة سؤال ألف أعطي تعريفا بسيطا للتحركية اللا إرادية إذن في نظركم شنو هي التحركية اللا إرادية بتعريف بسيط إذن تحركية اللا إرادية هي واحد الحركة نقوم بها بدون إرادتنا بدون محظة إرادتنا لنقوم بحركة إذن هنا هي هذه الباتل قامت بوحد الحركة بدون إرادتها بدون إرادتها قامت بسحب يدها بصعب إذن تعريف البسيط لتحركية اللا إرادية إذن هي تحركية أو هي حركة نقوم بها بدون إرادتنا سؤال بها أبين الأعضاء المتدخلة في حركة الوثيقة رقم أربعة الوثيقة رقم أربعة نظركم شنو هما الأعضاء التي تدخلت لكي تسحب باتل يدها بسرعة إذن أولا الجلد ثم ثانيا مركز عصبي ثم اليد إذن ها هو الجواب الأعضاء المتدخلة في حركة اللا إرادية عندنا الجلد مركز عصبي واليد إذن الجلد كنحس ديرك تموم بالسخانة أبين المركز العصبي المسؤول عن التحركية اللا إرادية إذن ها هو المركز العصبي المسؤول عن التحركية اللا إرادية إذا كان مثلا في التحركية الإرادية العصب المسؤول هو مثلا الباحة الحسية يعني اليسرى واليوم بالنسبة للتحركية اللا إرادية إذن ها هو المركز العصبي المسؤول عن التحركية اللا إرادية إذن المركز العصبي المسؤول عن تحركي اللا إرادية هو النخاع الشوكي فهم هو النخاع الشوكي نعم إذن جيم النخاع الشوكي هو المسؤول عن تحركي اللا إرادية فهم الآن سنمر للسؤال أنقل الخطاطة وأكملها باستعمال الوثيقتين 4 و 5 إذن قبل ذلك نقرأ الوثيقة 5 إذن بيّن التجارب أجريت على ضفداء مخربة الدماغ ضفداء شوكية أن المخ لا يتدخل في التحركي اللا إرادية أن النخاع الشوكي هو المسؤول عن تحركي اللا إرادية إذن في هذه الوثيقة أنه دارت مجموعة من التجارب على مثلا ضفداء الدماغ ديالها مخرب وشوفوا هو شغد يتجب للتحركي اللا إرادية ولا لا إذن فتبين أن المخ لا يتدخل في التحركي الإرادية بل أن النخاع الشوكي هو المركز العصبي المسؤول عن التحركي اللا إرادية من فوق دابان مروا باش نجاوب على السؤال دال إذن أنقل الخطاطة وأكمل باستعمال الوثيقتين 4 و 5 إذن حرارة إبريقين من لاحظوا أنه هنا عضو حسي يستقبل الإهاجة عن طريق حرارة الإبريق عصب حسي ينقل السهالة الحسية مركز عصبي يعني يحلل السهالة عصب حركي ينقل السهالة الحركية ثم مستجيب حركي يقوم بالحركة إذن بحالها أنا كتبتها هنا يعني عضو حسي الجلد يستقبل الإهاجة عصب حيث ينقل السيالة الحيثية مركز عصبي النخاء الشوكي هو المركز العصبي الذي قلنات المسؤول عن تحركة لايرادية عصب حركي ينقل السيالة الحركية مستجيب حركي هو اليد الذي يقوم بالحركة فم الذي يقوم بالحركة إذن هذه الخطوط التي توضح استجابة أو حركة أو التحركة اللايرادية الآن سنمر للنشاط الرقم الثالثة إذن إن شغل حمادي بهاتفه بقى ماشي وكيشوف الهاتف ولولا قوة منبه السيارة التي جعلت ويبتعد بسرعة عن الطريق لما كانش شحد كلاكسونا بالطنوبيل ديالو بالمنبه ديال السيارة ما كانش غديبتعد عن الطريق وكانت غدتطع حادثة خطيرة جدا لابس سؤال أليف وحلل النص إذن النص هذا غدي نحله وغد نذكر اسم الحركة التي قام بها حمادي إذن هنا في نظرك كيف نقول أنه يدير الحركة التي قام بها حمادي إذن هو كان منشغل بالهاتف النقل منبه السيارة هو الذي جعله يبتعد بسرعة عن الطريق لكي لا تحدث الحادثة أو لكي لا تقع الحادثة إذن أليف السؤال واضح جدا الحركة هي عبارة عن حركة لا إرادية إذن الحركة اللي دالها هي حركة لا إرادية لماذا؟ لأنه كان غائب كان منشغل في الهاتف النقل إذن هي حركة لا إرادية سؤال باب أبحث وأجيب في دفتري عن دور هذه الحركة في الوقاية من الأخطار بتقديم أمثلة أخرى أي دور الحركة الانعكاسية في الوقاية من الأخطار إذن باب دور الحركات الانعكاسية في الوقاية من الأخطار لأنها تجنبنا من الأخطار عن طريق حواسنا إذن هذه الحركة الانعكاسية كان تجنبنا من الأخطار وذلك عن طريق حواسنا عن طريق حواسنا من فهم؟ عن طريق الحواس دينا هو اللي كي يحس مثلا هو هاد حمادي بيشحس عن طريق السمع من فهم؟ من طريق السمع إذن أمثلة إغلاق العين أثناء عاصفة إذن مجد واحد العاصفة كان أغلاق عيني بلا منحس إذن هي حركة لا إرادية إغلاق الأنفي عند شمي رائحة كريهة إذن من كي تكون في واحد البلاسة واحدة رائحة كريهة ديركتمو كنشد نيفي إذن هي حركة لا إرادية أو حركة انعكاسية كتقي الجسم من الأخطار الجري لتجنب الخطر إذن من كي يكون واحد الخطر كنجري بدون محذ إرادتي إذن هي حركة انعكاسية أو حركة لا إرادية تمكنني من الوقاية من الأخطار إذن الآن سنمر إلى الملخص القراءة الملخص إذن أستخلص التحركية الإرادية نشاط عصبي يمكننا من القيام بحركات بمحذ إرادتنا تتدخل فيه الأعضاء التالية الأعضاء هم هذو مركز عصبي هي الباحة الحركية حيث تتولد السيالة العصبية النخاء الشوكي والعصب الحركي ينقلان السيالة العصبية الحركية ومستجيب حركي هي العذلة ينجز الحركة التحركية الإرادية أو الإعكاسية هي رد فعل لا إرادي سريع نتيجة إهاجة أحد أعضاء الحس ومستجيب حركي أي العضلة تنجز الحركة نكو بلا منقربها ان فرنسي لأنها فقط هي ترجمة باللغة الفرنسية الآن سنحاول نجز التطبيق الموجود بعد الملخص إذن أطبق وأستثمر إذن واحد أبين في خططتين بسيطتين الأعضاء التي تدخل في التحرك الإيرادية ودور كل عضو والأعضاء التي تتدخل في التحرك اللا إيرادية ودور كل عضو إذن إحنا قريناه في الأنشطة وكذلك قريناه في الملخص إذن يكفي أنني أجيب لكم الجواب حلقة ونشرحه إذن التحرك الإيرادية ودور كل عضو إذن التحرك الإيرادية فيها ثلاثة دي الأعضاء مركز عصبي اللي هو المخ هو مستقبل عصب حركي موصل يوصل السيالة إلى العضو عضو مستجيب هو العضلة التي تستجيب للحركة فالآن التحركي اللا إيرادية ودور كل عضو عضو الحس هو مستقبل حسي موصل حسي ينقل السيالة العصبية الحسية إلى مركز عصبي مركز عصبي اللي هو النخاع الشوكي يحول السيالة الحسية إلى سيالة حركية موصل حركي ينقل السيالة العصبية الحركية إلى عضو مستجيب له العضلة والتي تقوم في الحركة إذن هذه هي الخطاطة التي توضيح التحركي اللا إيرادية ودور كل عضو من بين تلك الأعضاء gestures 2 أحدثを التحركي اللوغ That's the same التي توضيح Ay Yesterday itemا أتخذك و precaري لجساء التي تتحدث. هم ؟ يا عراضي الرجال ، نصنف نفسي ، ناي زوجي، الغنيعت Involوّل لتعundred هم أولوج أول شيء أولوج، جسعة분، خنيف، أنني السفل ، أنني فعل سبب كملت الدرس ديال اليوم التحركية الإرادية والتحركية اللا إرادية كنتمنى أنكم تزيدوا الدعم وقناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش وصلكم الفيديوهات اللي كان دير كان معكم الأستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته